جدران مشققة وسقف آيل للسقوط وتمديدات كهربائية معطلة هكذا كان الحال لدى عائلة أبو سامر التي تسكن حي الطور والمكونة من سبعة أفراد والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة ويصعب عليهم بناء منزل عائلة أبو سامر تحصل على معونة من التنمية الاجتماعية ولا تكفي لمصاريف بسيطة حتى صيانة المنزل فعاني من ظروف أمور سيئة للغاية يعني عندي بيت هايل للسقوط يعني والظروفنا الماليين شايف رأت بالتنمية كله يعني وشو المئة وثمانين دينار بلا مواخذي والله ما بجهري ما ببادك غازه وكازه ما بقوله فيه والباقي على الله والحمد لله محمد أبو صالح لا يختلف حاله كثيرا فهو يسكن مع أسرته المكونة من خمسة أفراد في منزل سقفه من طين ويعاني في كل عام من نفس المعاناة جراء تسرب مياه الأمطار إلى منزله الذي أصيب بالرطوبة ما أدى إلى تلف الأثاف مشكلة تسرب مياه الأمطار بدأت عندما أصيب منزل أبو صالح بحريق جزئي أتلف سقف المنزل المكون من غرفتين ما ينتج عنه سقوط التراب مع المياه الأمطار في كل عام فيهرع لنقل أبنائه للمبيت عند أقاربهم خوف عليهم من برودة الجو أبو صالح عمل سائقا لسيارة أجرة إلا أنه أصيب في ظهره جراء حادث سير سبب له عجزا عن القيادة وأصبح عاطلا عن العمل ويحصل على قوت يومه ومصاريف مدارس أبنائه من المحسنين والخيرين من أبناء المدينة حالえ защ Shangri diferente صار عندي شقق في السطح كل مجي الشتاء بابقى عليه نفس الاشي البيس كلما أيضًا اوقف مرة بسويه في ناس أهل على ساء دون حرام يعني ما أقصر هؤا واي المرة هذا وقع بس ما ابدأ كيف تسويه هيا أنا عيالي ما ابدأ كيف تسويه عيالي عندُ اعيال مدارس وعندي ابنتين ولد يعني ما أبدأ كيف تسويه يعني كاهرة بأطلع علي بأطلع علي بأطلع عليناノمي بأطلع علي عني ما ابدأ كيف تسويه جمعة الشلبي ليس بأفضل حال يحصل على راتب 160 دينار ويعيش في منزل مستأجر ب70 دينار ولديه ابنين وزوجة يعانون من أمراض نفسية ولا يستطيع تأمين حاجاتهم من العلاج بسبب ضيق الحال زوجة الشلبي في مركز الفحيص وأحد أبنائه في مركز الكرامة للتأهيل النفسي ويعاني صعوبة في إرسالهم بسبب عدم تلاكه أجور النقل أما عن التدفئة فيحصل الشلبي عليها عن طريق كوبونات لجنة زكاة وصدقات معان التي تقدم له المحروقات والتي لا تكفي لطيلة أيام الشتاء الشلبي وجه رسالة إلى المحسنين وفاعلي الخير لتقديم المعون له ولأسرته للتخفيف من معاناتهم وأوضاعهم المعيشية الصعبة وهذه العائلات ليست إلا مثالا على مئات الحالات من الأسر الفقيرة والتي تعاني ظروفا صعبة في مدينة معان فهل يترى ستنظر إليهم الجهات المعنية بالرأفة والرحمة لتخلصهم من سوء المعيشة في ظل غلاء الأسعار براء صلاح لقناة اليرموك معان